عاد الى ارض الوطن الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة ايام بجمهورية قبرص حيث اجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص والتقى الفريق اسامى عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نوكوس انستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرص الوطني القبرصي حيث نقل له تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة كما نقل تحياتي وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي فيما اشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والتقى الفريق اسامى عسكر بالسيد خارلانبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي حيث اكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والامنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه اشار وزير الدفاع القبرصي على اهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرص الوطني القبرصي واعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لسيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اعقبها زيارة الفريق اسامى عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع اكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لاحدى الوحدات البحرية القبرصية كذلك زيارة مركز البحث والانقاذ القبرصي بالاضافة الى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تكللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بوسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية اعقبه المرور على معرض الاسلحة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية